فهذا مثال جامع كرامات الأولياء ليوسف النبهاني الصوفي يذكر في كتابه في الجزء الثاني صفحة 434 عن الشيخ غياث بل اشتهر عندهم من يسمونه بالغوث القطب والغوث الغوث الذي يغيث الناس والعياذ بالله حياً ميتاً غائباً حاضراً دائماً يغيثه الناس ماذا يقول يوسف النبهاني؟ يقول الشيخ غياث اسمه غياث السيد الشريف العارف بالله تعالى أبو الغيث الشحري اليمني نزيل مكة المشرفة من كراماته أنه كان تجار اليمن وغيرهم يستغيثون به في شدائد البحر ومضايق البر فيجدون بركة الاستغاثة به وينذرون له أشياء يرسلون بها إليه إذا تم غرضهم يعني استغاثة ونذر جمعوا الشرك من وجهين الاستغاثة بغير الله والنذر لغير الله جل وعلا وذكر أيضاً صفحة ثمانية وعشرين وثلاثمائة يقول أبو الحسن علي بن محمد المعروف بابن الغريب يقول وتربته في القرية المذكورة تربته يعني قبره يقول وتربته في القرية المذكورة من الترب المشهورة المعظمة المقصودة من الأماكن البعيدة للزيارة والتماس الخير والبركة ومن استجار به لا يقدر أحد أن يناله بمكروه ومن تعدى ذلك عوقب أشد العقوبة من غير مهلة وقد جرب ذلك غير مرة نفع الله به هكذا يقول هذه الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى وقد اشتهر الصوفية بهذا الأمر